السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان متابعي قناة الاقتصاد والفلاح قناة كل العرب زي ما كنا استمرارا للفيديوهات السابقة عن الماعز البور كنا تكلمنا ان شاء الله في منتصف شهر فبراير الحالي هتكون الماعز البور دخلت مصر الجديد متابعين مع حضراتكم اخبار الصفقة في منتصف في اخر شهر اتناشر الاستاذ حسن معروف من القطاع الخاص وشريكه كانوا موجودين في جنوب افريقيا ووصلوا لمصر في شهر اتناشر وخدوا فكرة عن الاسعار وكان الحديث ان ان شاء الله في عشان نصف شهر اتنين الشهر الحالي الماعز البور هيكون موجود في مصر ومنال على ذلك الاستاذ حسن معروف اعلن في بسط في الجروب الخاص به اخر اخبار صفقة الماعز البور فالكلام ان شاء الله هيهم كل السادة المربيين والمهتمين بوصول الماعز البور اولا وزارة الزراعة نفسها وضعت ميزانية لتحسين السلالات المحلية يعني وزارة الزراعة يعني مش القطاع الخاص بس اللي هيكون هو اللي مستورد وزارة الزراعة المتمثلة في مراكز البحوث وضعت ميزانية لاستيارات الماعز البور والهدف من ذلك تحسين السلالات المحلية بالاضافة كمان الى وزارة الزراعة والشركة الوطنية والقطاع الخاص يبقى ان شاء الله الماعز البور اللي هيدخل مصر مش هيكون عن طريق مستورد او عن طريق شركة واحدة هيكون فيه تلك جهات جهتين حكوميتين متمثلين في الشركة الوطنية ووزارة الزراعة متمثلة في مراكز البحوث والقطاع الخاص يبقى احنا كده عندنا تلك جهات ان شاء الله هيدخلوا الماعز البور بإذن الله تعالى مع بعضيهم يبقى كده التلت جهات دولت والاستاذ حسن ذكر ان الجهاتين اللي هم الحكوميتين وهيكون معهم كتاع خاص الشركة مين اللي هتكون يعني فيه شركات حاليا في الوقت الحالي مقدمة عروض كتيرة فمين اللي هيكون موجود بالزبط مع الجهاتين الحكوميتين لحد دلوقتي الله اعلم اما بخصوص وصول الشحنة في الشهر اللي احنا فيه الامور في الوقت الحالي توقفت تماما ولكن بيقول ان الكل هيقدر يجيب ولكن الاجراءات الحكومية زي ما حضراتكم عارفين بتاخد وقت والصفكة دي ان شاء الله القطاع الخاص هيساعد في الصفكة ان الصفكة تاجي مع الاستاذ حسن او مع غيره لكن ان شاء الله الماعز البور هيدخل مصر زي ما وضحنا كده وزارة الزراعة مناقز البحوث ومبعاء الشركة الوطنية والوزارة الزراعة كانت شايفة ان التلجهات يكون عندها ماعز بور لمنع حدوث احتكار السلالة زي ما بنشوف في السلع وده طبعا وجهة نظر وزارة الزراعة اما طبعا الاستاذ حسن وجه نصائح للسادة المربيين الحاليين اللي هم منتظرين الماعز البور بيقول ان حضراتكم اللي عنده شغل مايفردش ولايبيع وخاصة في الاناس في النتيات اشتغل عليها على قد ما تقدر والجديد ان شاء الله اللي هياجي هيضيف بصمة جميلة جدا في الانتاج يعني انت حضرتك عندك نتيات خلايط بور خليها زي ما هي ما تبيحش منها حاجة واشتغل زي ما انت وكمل في الطريق اللي حضرتك ماشي فيه والشغل الجديد ان شاء الله لما ياجي هيضيف لك بصمة جديدة يعني ما نعودش منتظرين ونبيع اللي موجود علشان نستنى الجديد واوضح في نقطة كمان وضحها مهمة جدا قال ان المعز البور اللي هياجي بالتأكيد سعره مش هيكون قليل هيكون سعره مرتفع يبقى معنى كده ان مش كل الناس هتقدر تشتري سلالة البور اللي جاي علشان تحسن انتاجها يبقى احنا كله مربي شغال يكمل في طريقه كمل وهجا واشتغل على قد ما تقدر وانتك لو الصفقة ربنا اراد ان شاء الله ودخلت مصر سواء في وزارة الزراعة او في الشركة الوطنية او مع القطاع الخاص هيبقى انت حضرتك هتتنقل نقلة كبيرة لقدر الله ما دخلتش اي سبب من الاسباب وده طبعا وارد في اي مجال يبقى انت حضرتك مكمل في طريقك وبينصح كل الناس ان هي تصبر وتشتغل لحدا ما نشوف الاخبار ان شاء الله هتوصل ليه وبيقول كمان بالنسبة للشركات والقطاع الخاص في اكثر من شركة في الوقت الحالي بتقدم اقدمها على عروض ولسه منتظرين الرد وانا نصيحة الشخصية من قناة الاقتصاد والفلاح اللي بقول لكل المشاهدين اللي بيتابعونا من انحاء الوطن العرب سلالة الماعز البور من افضل السلالات الموجودة على مستوى الدول افضل سلالة موجودة حاليا في الوقت الحالي بتديك معدل تحويل ولو هجنت منها ودبحت منها بتديك معدل تصافي عالي ونسبة دهون ضعيفة جدا قليلة هي سلالة الماعز البور واحنا نصيحتنا لكل المربيين المبتدئين في اي مكان متوفر في الماعز البور ابدأ بمستويات متوسطة اسعارها متوسطة ومستويات متوسطة وخطوة خطوة ابدأ اطور في الانتاج هتكتسب خبارات كبيرة خبرتك دي بعد كده هي اللي هتخليك لما تدفع مبلغ كبير علشان تشتري جدي معين بمواصفات معينة هيبقى حضرتك عارف انت بتدفع المبلغ ده ليه علشان محتاج ايه تطور القطيع اللي موجود عندك لكن الناس اللي تقول انا عايزي ابدأ من الاول خالص وما فيش لسه عنده خبرة وعنده الامكانيات المادية نصيحت ليهم خد الطريق خطوة خطوة لان الفلوس هتديك نقلة كبيرة بس مش هتبقى عارف ولا مقدر امتى الحاجة اللي معاك وممكن لقدر الله لأي ظروف او لإلة الخبرة يحصل عندك مثلا نوفيات او يحصل اي مشاكل في المشروع وتبدأ تطرحه من البيه تاني اللي موجودة عندك فنصحتنا لكل السادة المربيين اللي عايزين يبدأوا المشروع ده المشروع كويس جدا وممتاز لكن ابدأ بمستويات متوسطة لو عند حضرتك رأس مال كبير شوية ممكن تجيب نتيات انس بور خلايط يعني الامة بتكون شامي او بلدي والابة بيكون بور فبيديك انتاج خليط بالنسبة للاناس وتبدأ تهجم منها ذكر بمستوى بسيط وهتبدأ تطلع السلم خطوة خطوة وان شاء الله لما الصفقة الجديدة باذن الله تعالى توصل مصر الناس اللي اشتغلت وبدأت من دلوقتي هتفرق معاها كتير جدا لان انت حضرتك عندك حاليا دلوقتي عندك الامهات المشكلة في المعز البور الناس اللي عايز بيكون طلاق او يكون ذكورة ليه لان احنا زي ما قولنا قبل كده الناس اللي امتبع ان انتاج المعز البور بالنسبة للذكور العداد بتكون اكبر بكتير بالنسبة للاناس فاغلب المربيين بيبقى عايز يكون قطيع فبيحتفظ بالاناس علشان ايه يبدأ بعد كده يبدأ بعد كده لقحها وتبدأ بعد كده تنتج عنده فاغلب المعروض بيكون والتي ابني قطيع الجديد لما يجي ان شاء الله هيضيف للانتاج اللي موجود عند حضرتك وفي اسوأ الحالات وان شاء الله المستورد هاجي باذن الله تعالى في اسوأ الحالات ان حضرتك تكون ماشي في الاتجاه الصحيح وانت ما تستناش اللي يجي من برا انت حضرتك خليك مستعد في اي وقت لما يجي هتكون جاهز باذن الله تعالى هتكون جاهز بالخبرة هتكون جاهز بالمكان بالمكان هتكون ملم بكل التفاصيل لما حاجة جديدة تاجي هتعرف انت ايه المواصفات اللي نقصاك وعايز تكملها للقطيع وبناء عليها تبدأ تشتري اتمنى تكون الحلقة وصلت لحضراتكم والمعلومات وصلت للجميع وتكونوا استفدتوا ولو عند حضرتكم اي استفسار اكتبوه في التعليقات ان شاء الله هرد عليها اشوفكم في حلقة جديدة باذن الله تعالى نتمنى الخير للجميع يعم على كل الوطن العربي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا